بسم الله الرحمن الرحيم والكذب للدرجات الدنيا خطيرة اوه 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 يعني ما كانش دينا ما كانش الرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم شدد على ان ابو الكبائر هو الكذب لان في الكذب انت الحقيقة مش محتاج ان يبقى عندك حاجة انت ناوي تقول اي حاجة تيجي على بالك ومش مطالب انك تدلل عليها فلا هي محتاجة لموهبة اولا محتاجة المعلومة اولا فلما كمان تكون بتوكلك عيش بقت حاجة جميلة اوي هتبص تلاقي ناس ما كنتش تتخيل انها مازالت عالساحة هتلاقي لها كلام وكلام ناس بتسمعه وكلام ناس بتعلق عليه وبيقبضوا وبيقبضوا طبعا ما الوقت كمان الكذب ما هو انت مش هتجيبه اه اه لاني ما عندوش حاجة اه هو عشان يقول لك حصل 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 هو بقى بقى هو برد بقى لا يعني بقى فتش ورايا اه وحتى لو فتشت بخلاء لو كل واحد يحكي على زكريات ما حد مات النظام بقى خل المرحوم يطلع والله حتى لو حد حية صاد افراهيم يعني مش فارقة بقى اللي عايز يجدب ما بيقاش عندو حاجة يخاف منها يعني اه ولا متداعي ان حد بيعلق عليه ده ما هو مجرد انه موجود خلاص هو يعني طب ايه ده الفضى بقى في زمن الكورونا ده ولا ايه لا انت بتحقق اهداف لحد اه هو عايز ده عايز النوع ده اه هو 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 اللي بيستخدمك مش غافل يعني اه ومش غا مش 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 انه ما عارف ان التكرار بالكتب ويجيب انماط مختلفة ممكن يسرب لمعلومة لحد نفسه يصدقها اه يعني انت لما تقعد ابنك ما بيذاكرشي وانت بدل ما تقول له قعد زاكر ولا الميز علانة منك ولا انت بتقعد تبرر له قصوم بيغيروا منك اصل يا ابني طبعا حيدوك نمرت ايه اصل لو انا بدفع لهم كانوا اه دولك حقك غير انك تقول له قعد زاكر اصعب حاجة انك تقول له قعد زاكر بس ايه اصدق حاجة